اي ود استطوى ماور او اي او اني كانوا هنا انا ستكلمكم عن وود وود لها حوالي 5-6 , 7 or 8 استخدامات مختلفين كده بس النهاردة انا ستكلمكم عن الاستخدامات الاساسية الي احنا بنستخدامها اول طريقة بنستخدم فيها وود هي لما بنيجي نتكلم عن الرغبة حاجة أنت عاوزها حاجة عاوز تعملها حاجة نفسك فيها فبنقولها إزاي؟ بنقول ده لما بنكون بنتكلم عن حاجة عن شيء نفسك فيه بس لو عايز تعمل حاجة نفسك تعمل بنقول وتحط الفعل في الانفينيتب أي حاجة تاني استخدام الود هو لما بتطلب حاجة من حد بطريقة ظريفة أو كويسة فدي اسمها إيه؟ دي اسمها ريكوست فبنقولها إزاي؟ بنقول يعني تساعدني أزاكر تاني استخدام الود هو لما بتيجي تتكلم عن حاجة أنت بتتخيلها موقف بتتخيله مثلا وده برضو بيكون ال second if conditional يعني تاني نوع من ال if conditional إزاي بقى بنستخدمها؟ مثلا بنقول I wouldn't do that if I were you دي معناها إيه الجملة دي؟ يعني أنا مش هعمل كده لو أنا مكانك فأنت بتستخدمها إن إنت تدي advice يعني النصيحة وفي نفس الوقت بتستخدمها وإنت بتتخيل بتتخيل نفسك مكانه فأنت بتقوله لو أنا مكانك مش هعمل كده I wouldn't do that if I were you آخر استخدام هتكلم عليه في الفيديو ده لو would هو لما الناس بتقول would هي الماضي بتاع will بس لو تيجي تفكر فيها هي ملهاش معنى يعني إزاي الماضي بتاع will مفيش يعني ملهاش معه بس أنا هقولك إزاي بتستخدمها في حاجة في الإنجليش اسمها reported speech reported speech يعني إيه reported speech؟ يعني الكلام المنقول لما حد يقولك حاجة وتقول لحد الشخص ده قالك إيه نفترض إن أنا قلتلك إن أنا هاجي بكرة فصحبك هيسألك ميمو قال لك إيه هتقوله ميمو قال إنه هيجي بكرة فدي بنقولها إزاي بالإنجليش مثلا I will come tomorrow فبيسألك ميمو قال إيه قال لك إيه He said هو قال He said He would come tomorrow فغيرنا will وخلناها would بس هي مش الماضي ولا حاجة إنت بس بتنقل الكلام هي دي الطريقة اللي إنت بتنقل بها الكلام لما بتجي تنقل الكلام بتستخدم الماضي بتاع الverb فwill بيستخدمه مكانها would بس هل هي الماضي لا فندي مثال كمان على الربورتد سبيتش I am happy قال لك إيه He said He was happy علشان was هي الباست بتاع أعمل أتمنى الفيديو يكون عجبكم لو عندكو أي أسئلة ياريت سيبوها لي تحت في الكومنت وبمناسبة الميد سبسكرايبر أنا عاوز أو ناوي أدي شوية سيشن سور فري تلاتين دقيقة لو عاوز السيشن اكتبلي في الكومنت أو اكتبلي في الفيسبوك بيج بتاعدي and thank you very much for watching اشتركوا في القناة